كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك قلبا سليما فالقلب السليم هو القلب الخالص لله فليس فيه رب غيره ولا إله سواه قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فهو قلب لا يرى ربا ملكا مدبرا آمرا غير الله ولا يرى ألوهية أحد سوى الله عبوديته وخضوعه وذله وطاعته وحبه وخوفه ورجاؤه لله وحده يعطي لله ويمنع لله ويحب ويبغض في الله ولا يقصد بعمله غير الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله تعالى ومنع لله تعالى وأحب لله تعالى وأبغض لله تعالى وأنكح لله تعالى فقد استكمل إيمانه فالقلب السليم لا يحرقه إلا مرضات ربه وحده لا يلتفت إلا إليه خالص لله من شوائب التعلق بغير الله وإنما يسلم القلب ويخلص لله متى آمن أن ربه له الملك والأمر كله لا شريك له في ملكه ولا في أمره ولا مثيل له ولا عدل له ولا كفأ له وأما أولئك الذين لم تسلم قلوبهم لله فقد جعلوا لله شركاء سووا بينهم وبين الله عندما ظنوا أن لهم من الأمر شيئا لذا إذا دخلوا النار قالوا لشركائهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين والقلب السليم هو المستسلم لأمر الله لا ينازع أمره سواء كان هذا الأمر من أمور القدر والتي قد تكون مؤلمة فتراه صابرا محتسبا لا يتسخط على ربه بل هو راض بالله ربا مدبرا أو كان الأمر من أوامر الشرع فتراه مستسلما منقادا يقول بقلبه ولسانه وجوارحه سمعنا وأطعنا ليس في قلبه ضيق ولا حرج والقلب السليم هو القلب الذي سلم من الآفات والأمراض التي تحول بين العبد واستسلامه لأمر الله سلم من شبهة تعارض الإيمان ومن شهوة تعارض العمل فهو قلب سليم خالص لله مستسلم لأمره منقاد لشرعه لم تمرضه شبهة تمنعه من الإيمان ولا شهوة تقيده عن العمل قال تعالى حكاية عن الخليل إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم